الاتحاد بشرفع قضية بالمحامية والنشطة السياسية وفاشيلي على خلفية تصريحات ومعام تدوينات تتهم فيها الأمين العام الاتحاد العام تنسي ومن وراه يعني الاتحاد بتحصل على شيك ب700 ألف دينار من دولة الناس قولوا دولة أجنبية نحن نتكلم نقولوا دولة الإمارات وأن الاتحاد يعني بشرفع قضية باستعمال فاسد 54 ومنذ قليل كان ضيفي راوف بالي وقال أطلب من الاتحاد بعدم اللجوء إلى هذا الفأل يعني أولا الاتحاد ما قالش أنه مش نلتجأ إلى الفصل 54 لأنه لا عمل وهو ولا وإحنا عندنا تحفظات في هالفصل هدايا من حيث المبدأ يجب محاربة معناها فمتني التشويه الناس والاعتداء على كرامة الناس ومعناها شرف الناس هذا لا شك فيه لكن بطريقة أنه ما يوليش معناها يضرب مبدأ معناها حرية التعبير وإحنا مع حرية التعبير ولكن اللي قاعدين نشهد فيه هذيا معناها فمتني التشويه وهو تجني وهجومات وأنا نحب أن نقول للسيدة هذه المحامية معناها اللي كثيرا ما برزت وهي معناها ومصنفة من أنها من عتات الناس اللي عاديوا في ما يسمى معناها بالإسلام السياسي والخوانجية كيف ما تحكي هي هل القضية اللي صرحت بها نحب نذكرها فقط أنه الأخ الأمين العام كان موضع تشويه واتهام باطل من قبل صفحات محسوبة على حرقة النهضة من 6 أو 9 أشهر هذيا الشيق متع 700 ألف دينار من ما يسمى بالإمارات ونحن نحب نقول لهم راه الاتحاد قام بقضية على الصفحات هذية والأخ الأمين العام كان يدلي بشهادته من يومين أمام قاضي التحقيق ونحب نقول لها شوية تكون تحط تسقيها على القاعة وإذا كان فعلا عندها ملفات اللي الدين الأمين العام والنقابيين أحنا نقول لها وبكل وضوح راهوا معناها ما احناش متقلقين بالمرة لأنه موقفنا ثابت ونعرفوا اش نعملوا اللي النقابي ما فوقوش راسه ريشة الأمين العام وعضاء المكتب التنفيذي إذا كان تثبت عليهم كونهم معناها خوانة في اللخر اللي ياخذ أموال من الخارج لأسباب معناها نعرفوها الكل ما هي الأسباب تنجم تكون؟ إنه اللي ياخذ أموال من الخارج شنوه ما بيش خرب بلاده بيش يولي ينفذ سياسات ومصالح دول الأخرى تتحديوها يعني أحنا إذا كان معناها ما عندهاش ما يثبت وإحنا على ثقة وإنه ما فهماش ما يثبت لي أنه القضية مفتعلة من قبل من صفحات وكل سسم هش سميهم هما الذباب الأزرق وبالتالي هي استندد على من تعتبرهم أسباب في المشكلة أنت على التشويه وكذا اعتبرتهم هي معناها فهمتني حجة لها إحنا شو نقوله؟ نقوله الاتحاد رأوا ما فوقوش راسه ريشة واللي عنده ملف يمشي للقضاء ويبعد على التشويه وإذا كان عندنا مسؤولين مدانين بالفساد راهوا معناها فهمتني مش يتطبق عليهم القانون آما زادة إذا كان هناك ناس اللي شوها في النقابيين راهوا زادة النقابيين مواطنين ومن درجة ككل التوانسة اللي شواهم كذبا القانون معناها سيكون الفيصل بيننا